اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبات البرلمانية لمملكة البحرين اكد ان التعاون والتنسيق المثمر بين البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية يسهم في تعزيز مواقفها وتأكيد حضورها الفاعل والمؤثر في المحافل البرلمانية الدولية واشاد رئيس مجلس النواب بالنقاشات البناء والحوارات التي تشهدها الاجتماعات واللقاءات التنسيقية بين البرلمانات العربية جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي رئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في مدينة لواندا بجمهورية أنجولا على هامش اجتماعات الجمعية السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة واشار رئيس مجلس النواب إلى أن مشاركة الشعبة البرلمانية في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية في المحافل الدولية تعكس الحرص على تبادل وجهات النظر والتعرف على التوجهات بشأن القضايا المطروحة وتبادل رؤساء وممثلي البرلمانات العربية الأراءة حول طلبات إدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كما بحثوا دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد وناقش الاجتماع البند الطارئ الذي تم التوافق عليه في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والداعي لوقف الحرب على غزة توافق على دعم ترشيح سعادة النواب عبد النبي سلمان النواب الأول لرئيس مجلس النواب لأضوية اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي كما تم التوافق على البند الطارئ المتعلق بوقف الحرب على غزة وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان